هناك حيوان صيني لديه اكف وربما كان الحيوان السري اذا لم يكن للحيوان السري قوائم حاثرية فقد يكون دبه ملايا الاسود فهو لديه اكف وقد ميزه الله ببقعة بيضاء على شكل الهلال على الصدر وزقنه مما يمنحه لقبا اخر دب القمر يقتات دب الهملايا الاسود على النباتات اساسا لكنه يأكل اللحوم ايضا خلال البرودة الشديدة يخلد دب الهملايا الاسود للنوم داخل وكره لبضعة ايام لكنه لا يدخل السبات الشتوية لفترة طويلة وهو من اشد الحيوانات شراسة في عائلة الدببة وقد يكون هذا الدب هو السبب في اصورة الدب السلجية الشبيه بالقرد لانه يترك احيانا اثار قائمتين اثنتين فقط في السلج عندما يسير لمسافة قصيرة على قائمتيه الخلفيتين وهب الله تعالى دب الملايا الاسود صوفا سميكا ويعيش في المناطق الصينية النائية وينتمي الى فصيلة كبيرة هل هو يترى حيواننا السري؟ كلا ولكن ما زال هناك حيوانات اخرى في الصين كنا لكم